اشتركوا في القناة سوف تقع عاصفة رملية هائلة تكتاح مناطق سكانية واسعة وتخترق كل شيء في الصين وما أدراك ما الصين التي نشرت الإلحاد والتي نشرت الكفر بالله سبحانه وتعالى عاصفة رملية هائلة نعم انظر إليها كالجبال تخترق كل شيء تذكرنا بالأمم السابقة وقصص القرآن عندما تكلم عن قوم عاد الذين بغوا في الأرض وادعوا القوة على الله فكانت العاقبة أن أرسل الله عليهم ريح لا تستغرب انظر إلى سرعتها وانظر إلى محاولة هروب الناس منها ولكن أين المفر لا يستطيع أحد أن يفر من عقاب الله ومن عذاب الله عندما كذبت عاد بالنظر وكذبت بآيات الله وكفرت بأنعم الله وقالوا من أشد منا قوة فأرسل الله عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات سبحان الله الأمور تتقرر وتعود من جديد تدمر كل شيء شوف كده تدمير جزء كبير من الأنفاق والقواعد العسكرية تحت الأراضي الصينية بسبب إعصار ضرب المدينة وها هو جند آخر من جنود الله سبحانه وتعالى ألا هو الإعصار الريح تأتي هذه الجنود من قبل الله سبحانه وتعالى لكي تعبر عن غضب الخالق جل وعلا فإن كل ما في الكون بيد الله وتحت إرادة الله سبحانه وتعالى أين من ادعوا التقدم والتكنولوجيا أين من ادعوا القوة على الله أين من أنكروا الخالق جل وعلا أين هم إن الكون كله يتهيأ لأحداث عظيمة والله ما نراه في هذه المشاهد إنما هو محض إنذار تدمر كل شيء بأمر ربها القرآن يتكلم تدمر كل شيء بأمر ربها وها هي دولة أخرى فيضانات شديدة تؤدي إلى غرق المنازل وتتسبب في إجلاء جماعي وما يعلم جنود ربك إلا هو هذه المشاهد المصغرة تذكرنا بقصة نوح عليه السلام عندما أخذهم الطوفان ولا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وتأتي الآيات الكونية من عند الله وهم يسمونها كذبا ظواهر طبيعية لا والله إنها جنود من عند الله من قبل الخالق جل وعلا إيطاليا دولة الصليب دولة الشرك والكفر بالله أرسل الله عليها فيضانات قوية انذار من عند الله لعلهم يرضعون والله سبحانه وتعالى يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وما نرسل هي ألمانيا انفجارات عنيفة وحرائق في مصانع كيماوية في مدينة في ألمانيا إن كل شيء خلقناه بقدر ما الذي يحدث في هذه الأيام إن أحوال الكون تتبدل وتتغير وتعود العواصف الرملية من جديد على دولة الصين الشيوعية التي كفرت بأن نعم الله وظنت أنها قادرة على محاربة الله سبحانه وتعالى فكانت العقوبة من عند الله وما يعلم جنود ربك إلا هو عندما يظهر المهدي عليه السلام فإن الكون كله سوف يدين له لأنه مؤيد من عند الله ولأنه يحظى بتأييد من عند الله فلا تقل لي ظواهر طبيعية ولكن قل جنود من عند الله السيول تضرب متر الأنفاق والطرقات في الصين السيول المدمرة تدمر كل شيء والناس كما يبدو في المشاهد في حالة زهول في حالة زهول ظنوا أنهم قادرين عليها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا سبحان الله كل ما في الكون بإرادة الله وبتدبير من عند الله سبحانه أتعالى فلا تغطر بهذه المشاهد إن الكون كله يهيأ لظهور الإمام المهدي الذي يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا ولن يستطيع أحد أن يقف أمامه وسوف ينتصر في كل الحروب على هذه الدول هذه الآيات الكونية من عند الله إنما هي رسالة ربانية لا تعظم هؤلاء لا تعطوهم أكبر من حجمهم لأنهم في قبضة الله وفي إرادة الله جل وعلا فانتبهوا لهذا الأمر وفي إيطاليا العواصف البردية تضرب المركبات في عدة مناطق وما يعلم جنود ربك إلا هو الجميع في قبضة الله الجميع تحت سيطرة الملك القدير سبحانه وتعالى وها هي السدود تنهار في مدن صينية إيزانا بقرب العقاب بقرب عقاب الله سبحانه وتعالى لعلهم يرجعون لعلهم يعودون إلى الله ويعلمون أن للكون خالق مدبر مسيطر لهذا الكون نلتقي غدا إن شاء الله في حلقة جديدة بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا